اشتركوا في القناة لم اسمع تسمية واضحة للقاتل القاتل ليس الارهاب فالارهاب مجرد سلاح بيد القاتل اما القاتل فهو الايديولوجية التي باسمها يقوم الارهاب بالقتل هي الاصولية الاسلامية وعليكم ان تقولونها لانكم اذا لم تقولونها يعني انكم لستم قادرين على تعيين العدو وهذا يعني لن تتمكنوا من مكافحة ربما يزعج البعض منكم تسمية العدو لان تسميته تفرض اعادة تقييم لعدد من الصداقات الدولية وتفرض طرح سؤال عما اذا كنا نستطيع ان نستمر كحلفاء بالسعودية العربية وقطر وهو بضرورتي يفرض علينا طرح سؤال حول غموض تركيا تجاه الاصول الاسلامية نحن مجبرون على مراجعة انفسنا وان نعترف بان الاتفاقيات الدولية والتحالفات التي قمنا بها جعلتنا في الظرف الراهن حلفاء للاصولية الاسلامية بدلا من ان نكون اعداء لها لذلك انا اقترح ان نقوم بتغيير تحالفاتنا ونعتبر ان كل الذين يكافحون ضد الاصولية الاسلامية حلفاء لنا بدون تحفظ وهو بطبيعة الحال يشمل دولا مسلمة من الذين يكافحون الاصولية الاسلامية مثل مصر والامارات المتحدة وهو يشمل روسيا ويشمل ايران انطلاقا من هذا التحالف الكبير يمكننا ان نكون فعالين ضد الاصولية الاسلامية